لا تجيب واحد تابع للأحزاب ولو كان معه ملك من السماء أقسم لك بذات الله تتحدث عن 90 مليار دولار ومن سنوات أخفيت الإمارات تفاخر العالم ببرج خليفة اللي هو 3-4 مليار دولار يعني احنا يصير عدنا اكثر من 16-17 برج من ببرج خليفة من برج خليفة يعني بكل محافظة يصير عدنا 2-3 برقم واحد بحقل واحد ببند واحد من فقرات لعد هذا البلد اش قد منهوب اش قد مبيوك أباتر لأنه لو أكو حسابات ختامية ولو أكو وصولات ولو أكو مستندات صرف لكانوا قدموها وبعدين بالاثنين ونص انقلبت الدنيا على صفقة القرن وأنا أول الناس الذي بدأت هذه الحملة لكن ليش أكو شد هنا وأكو تغاضي هنا لأنه أكو تضارب بالمصالح إلى الآن ما اسمع نرد حكومي نرى سالحكومات السابقة التي كانت عدتهم منافع اجتماعية أو عدتهم سلف والأموال التي استلموها ولم يستددوها لا اسمع عن شيء لا اسمع عن منع سفر لا اسمع عن تشكيل لجانة تحقيقية وبعدين هذا الذي يطلع الآن هذا يطلع بوتاق حكومية عن أرقام مخيفة أرقام مخيفة لشعب شعب كاتل الضيم شعب كاتل الجوع وتطلع هاي الأرقام قدامه لحكومات متعاقبة وإحنا في مرحلة تشكيل جديد وأنا هم أخاف ديوال الرقابة المالية وشمل مثل ما شملت النزاهة ولذلك أنا البارحة للأخ دولة الرئيس قلت له إذا تيد أن تشتغل بالهيئات الرقابية المستقلة لا تجيب واحد تابع للأحزاب ولو كان معه ملك من السماء لأنه اللي يجيب من الأحزاب أقسم لك بذات الله لن يشتغل إلا بتأثير الأحزاب إذا تبدي بداية صحيحة اعتمد على الناس المستقلين واللي حاربون الفساد واللي قلوبهم محترق على الوطن واللي ما تأخذون بالحق لو ما تلعب أما تجيب منها وتجيب منها وإحنا نريدك تنجح لا تشتغل تحت هذه التأثيرات وننتظر منك قرار بالمئة وأربعة مئة وأربعة تريليون دينار اللي هي مبيوقة مبيوقة حسنا إذا قد يجيبون منها إذا قد يوفروا لحسابات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة